الشريك كمان انا شايفيه حذر يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية في حب اه في حب اه بيفكر فيك كتير اه بيفكر في حل للعلاقة دي اه يعني انتو تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى كتير علاقة 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 روحية بينكم قوية اه بس بعضكم يعني انا اشفاء برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك انت بعيت انت غادرت انت اه خدعت الشريك عليهم اه تعبين بيدفع عن نفسه اه بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض اه برج العزراء انت او هو الشريك شايفت كده انك انت اه غادرت بحب اه بحياة بعلاقة وبحاجات كتير وشايفة فيه طرف تلك جماعة في العلاقة اللي اه النصيحة بتاعتك اه يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك اه محتاج اه تشوف الامور اه بشكل اوضح اه تفكر بحكمة وعقل اه تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة مشية مع القراءة القراءة هنا كان فيها غمود كتير في حاجات مش معروفة اه مش معروفة كتير هنا بيقولك انك اه اه بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش اه هتعرفها يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب ولو الشريك هو اللي فيه حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء نروح للمنفصلين والمطلقين للمواريد برج العزراء القراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء تقطق في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين انا شايفة بعض اه ممكن للبعض يكون اه الطرف الثاني او الطرف اللي انت منفصل عنه اه يكون متافر او تكون في علاقة حب مع حد متافر بس انا شايفة اه رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع يعني فيه انقطاع تواصل تماما بالنسبة لك يا برج العزراء مطلقين منفصلين اه شايفك اه في الوضع الحالي اه في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها يعني مش في الوضع الحالي في الماضي القراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازم الله الماضي انت اه يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تفاهم كتير اه شايفة اه طرف بعد شايفة فيه غدر اه شايفة اه طرف يا برج العزراء دوت انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس علاقة شايفت خارج من علاقة علاقة كان فيها حب اه لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرت بيها اه كمان اه انت كنت اه يعني زي ما تكون ماشي العلاقة بالااا بالطبر يعني مش اكتر يعني انت مكنش بتعمل اي حاجة في العلاقة اه انت كمان ممكن تكون شايفة ان انت تكون قدمت فيها كتير ممكن ده حب حياتك يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره اه شايفكم في فوضع متكتف اه ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر يعني في الغالب هي سرقة وممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر سرقة عمر سرقة اه اه حياة يعني حاجات كويسة في حياتك مش شرص بتكون اه سرقة بس يا مادية اه في الوقت الحاضر انا شايفك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء عندك حمل كبير مضغوط اه واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والتقيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة اه ببص على الماضي اه شايفة بعضك وبيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي والبعد التاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل خالص يعني لقدام لقدام ده وضعك الحالي بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي اه وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكو دخل في ارتباط ممكن يكون بعضكو اه عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفة برضو هنا انت بتتيب الماضي يعني انت ميدي ده رفت الماضي اه وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر اه ممكن بعضكو يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في اه في العلاقة جديدة دي اه شايفة للبعض منكم منصفين مطلقين شايفة في علاقة الزواج اه شايفة في زواج كذا كانت الزواج شايفة في رجوع اه شايفة في انهاء علاقة اه كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفة في هنا يعني انت مريت بالزيد في علاقة فيها خدعة فيها سرقة اه فشايفة هنا انت بتكرر سين هي علاقة او في علاقة انت مش عايز تريع لها. آآ الثرف الثاني بالنسبة آآ هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الثرف الثاني لو انت عايز تتعرف هو بيفكر في ايه. آآ المستقبل انا شايفة عندك فيه علاقة حب. آآ يعني رومانسية جدا يعني فيها حب آآ تفاهم آآ يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنيها وممكن دي بكون رجوع على فكرة. لاني شايفة آآ اللي بعدها آآ شايفك منتصر. منتصر والانتصار ده آآ واضح لكل الناس. يعني مش انتصار بينك وبين نفسك آآ بينك وبين الشريك. لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين بي وفخرين بالانتصار ده يعني انا شايفة نفس كتير بتهنيك. بتهنيك على آآ زواج ارتباط آآ او رجوع على الطرف التاني آآ وممكن يكون رجوع على الطرف التاني لان انا شايفك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه شايفة وضعك هيكون مستقر جدا آآ في المرحلة اللي جاية شايفة وضع مستقر آآ يعني آآ بعد كتير لغبطة انت هتقدر آآ يعني تسيطر على حياتك على امورك مش هتبقى متردد تاني ولا خيط تاني لأ انت واقف وعارف انت بتعمل ايه وكمان كأنك عرفت ايه آآ كأنك عرفت اللعبة بتتلايب ازاي يعني خلاص انت بقيت ساكت وآآ بقيت عايز تدخل جوة تفكير الطرف التاني او الشخص اللي قدامك فانت مش هيتضحك عليك تاني بني بيلك انت يا برج العزراء آآ الطرف التاني انا شايفة يعني قاتل على مشاعره مش آآ مبين ان هو آآ يعني يعني مش عايز يتواصل آآ أو آآ بس الصرف التاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منكم هو يكون عايز العدل معك يعني عايزك تفكر بعقلك وآآ تاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال انه ممكن يكون بعضكم في انفصال آآ بس من غير طلاق آآ وعلى فكرة هو اللي بعضكم عشان كده بقى عشان كده في رجوع هو سعلا بيشتغل على حاجة في العلاقة آآ كمان آآ في حب عنده عنده حب يليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني آآ وبيشتغل على العلاقة وفي ممكن يكون في حاجات بيعملها آآ بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجعلك بس الطرق كده مش آآ مش مباشرة يعني مش جاي لك هو صريح لا آآ في طرق كده مش مباشرة لكن في حب آآ في حب وفي آآ وفي يعني طرف بيصالد بال بالعدل وفي ان هو مسيطر على مشاعره مسيطر على قلبه آآ علشان ما يزهرش ضعف ده ممكن هو مش عايز يزهر ضعف لان في حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون في رجوع بس الطرق تانية غير آآ مباشرة النصيحة بتعطيك بالنسبة آآ لبرج آآ بالنسبة لبرج العزراء آآ آآ انت عندك بداية جديدة في علاقة نزهد ديس لا لك آآ في علاقة نزهد بالفعل آآ في بعدها بداية جديدة آآ آآ حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك حاول تكون غامض آآ حاول تكون بتسيطر على مشاعرك آآ الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهيش آآ آآ اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة اللي هو آآ انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك آآ مش مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لأي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بيوم لنفسك عشان دايما تكون آآ يعني جزئت للآآ للطرف الثاني آآ الابراج اللي موجودة يعني اقول الاول الطاقات اللي موجودة الطاقات اللي موجودة من الطاقة النارية طاقة مائية آآ هوائية كتير عندك هوائية وللطاقة السرابية. الابراج شايفة معيك الصور شايفة معيك آآ الميزين شايفة معيك آآ السرطان الاسد آآ العقرب آآ ابراج كتير موجودة معيك آآ برج العزراء دي الابراج اللي انا شفتها وبرج الحمل كمان موجود معيك برج العزراء زيك موجود معيك آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله آآ نروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العزراء. الكراءة آآ كراءة شهر اغسطس بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين آآ ماضي حاضر مستقبل انا شايفك في الماضي انت آآ يعني كنت حد مفتوط قوي سعيد فرحان آآ كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكم آآ ممكن تكون آآ كنت آآ يعني طرف تلت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تلت او في علاقة حب آآ دخلها طرف تلت لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مفتوط كنت سعيد آآ آآ عايش حياتك بشكل كويس آآ آآ حبيت شخص شايفك فيه في حياتك شخص انت كنت عايز تفوط بيه فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف التالت انت كنت عايز انت اللي تفوط بالشخص ده آآ آآ شايفك لبعضكم العلقة دي آآ اتهدت احتمال يتحدثني يعني من بدايتها آآ في كتير آآ يعني في كتير آآ فونت في القراءة فعيتكو يعني آآ انت كنت يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تلت التقات الموجودة انا شايفة تقات نارية موجودة معك كتير في القراءة بالنسبة اللي عزرين وغير المرتبطين النارية كتير جدا معيك والآآ والترابية بالهوائية بسيط وفي مائية الأبراج اللي موجودة معيك عقرب حمل أسد آآ سور آآ عزراء آآ آآ الأسد جاي لك كتير آآ أبراج كتير الموجودة فراطان المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت آآ يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة آآ فيه انسحاب وفيه رحيل آآ شايفة طرف التاني او انت بسعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي آآ وبعدها كان فيه الانقصال او انقصاع العلاقة آآ انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل يعني مستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها حاسة ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني آآ شايفة الطرف التاني آآ يعني بصت له قدام غير وجهته وقدى ظهره يعني عايز يعني بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة الطرف التاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انفهت بسبب كده ان هي في حاجة اتعرفت في حاجة آآ اتعرفت او بقت معروفة لناس حواليتها آآ 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 الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك تشايل حمل كبير جدا فوق طقتك آآ آآ يعني بتحب الطرف التاني ده في عندك حب كبير جدا لي آآ آآ لكن انت آآ آآ مش قادر تشوف انت باطس على العلاقة وباطس على كل اللي كان بيحصل فيها عمال في فكير في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليت آآ في عندك علاقة حب جديدة آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك آآ على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويتكلمك لان هنا بيقول لك انك انت تصبر وان في عرض هيجي لك وآآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيت في بداية العلاقة آآ هيتحقق لك ان شاء الله آآ آآ في المستقبل آآ شايفة بعد آآ رحيل بعضوكو فيه عند دول العزبين والغير المرتبطين فيه عندك ارتباط آآ بس شايفك في الارتباط ده هتبقى قاتل على قلبك شوية بحافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى آآ بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن فيه علاقة الضواج وعلاقة الضواج فعيد كمين كان ون还有 ذويات الضواج بالإبقاء الحاياة فعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي انت كنت فتكرت إن هي خالص دي مش هترجع ثاني لكن في زواج وبعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن الطرف الثاني لو انت زالين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه وبعد كده هيجي وهيكلمك في زواج بعدكم على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين ممكن يكون عنده اختيارين محتار بينهم لكن هتقدر تكرر وهتقدر تختار انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاثنين حب والاثنين ارتباط والاثنين زواج فهما الصرار هيكون في ايبك انت يعني بس حاول تطلع من حالة الحزن والاتقاب انت عندك حزن والاتقاب اه اه فكر اه ام يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه اه انت قريدي فيه عندك علاقة فعلا امتحد في علاقة انساء خالص امتحدين جدا بسببها بس تفكر بحكمة اه تفكير بحكمة هيفيه دك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه اه عشان تقدر توصل لحلول اه فيما بعد اه شايفة كمان اه بالنسبة للمسيحة بتاعتك اه انك ما تترددش بليش تتردد حاول تاخد قراراتك اه بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع يعني متقولش كلام وترجع فيه او وتقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها اه عندك اه لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا سلمرحلة اللي جاية اه انت اللي في ايدك تنجحها ده بالنسبة لبرج العزراء اه شهر اغسطس بالنسبة للعزرين والغير المرتبطين لا تنسوش اللايك والشير والسابسكايب اه واتفعيل الجرس عشان نلتركوا كل جديد اللايك والشير 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 والش